صح صحوا معي يا جماعة الخير بعدين يضرب لك امثال في سوريا مدري اي شاء كمها مصر وين وصلت سوريا وين وصلت ليبيا وين وصلت ترك كلها شعوب جاسة تثور لين ما تحصل عدالة ما دام ما حصلت العدالة بتستمر ثوران هذا الشعوب ما بيخلص ما بيتوقف مثل عندنا نحن الثورة في عمان لا تفكر ان الثورة انتهت لا ما دام الشعب ما قدر ان يسترج حقوقه وحريته ما عمر الثورة تنتهي لو انتد فينا العمر مئة سنة بتشوف ان الثورة بتنشط وتتجدد وتطلع كل يوم بشكل جديد مع الاجيال ليش؟ لان كل جيد لها الحق ان يعيش حياة كريمة كل واحد فينا يستحق ان يعيش معزز مكرم في بلاده ووسط اهله لكن لما يحصل يعني يقابل هذا الارهاب اللي قدامه وسياسة تكميم الافواه واش انت خليتلي من الحلوب؟ قلي نفسك مكاني عزيز المواطن يعني انت لما تنسد قداما كل الابواب واش من الحلول باقي عندك؟ من الاسف علموهم خلونا نطرق الموضوعنا الشرعية المفقودة يا جماعة الخير وطبعا قبل ما نبدأ في الشرعية المفقودة نزين لازم ابدأ في المقدمة شوية نزين المقدمة ألا وهي اتفاقية السيب اتفاقية السيب طبعا فصلت ووضحت ان الامامة دولة بحالها لها سيادتها واستقلاليتها نزين هذا اللي وضحته و اكدت عليه وثيقة السيب او اتفاقية السيب في 1920 على ضوء هذا الاتفاقية طبعا تمت السيطرة على يعني كثير من بقاء هذا الارض اشتركوا في القناة